مانديل يا جماعة معكم وانتو داخلين الفيلم والنبي علشان بتطلبوا فشار وقديكم بتبقى ملحوسة وبيكسار بتخليكوا تعياتوا وبتضطروا تمسحوا وشوكم بقديكم المزيتة اللي ممكن يكون فيها كورونا كمان وحاجة مقززة لأقصى درجة يعني باكم مانديل صغير الموضوع بسيط احداث فيلم اونورد بتدور في عالم يشبه عالمنا المعاصر ولكن سكانه من الكائنات والمخلوقات السحرية والاسطورية والتركيز على عائلة لايتفود المكونة من الام لورل والاخ الاكبر بارلي والاخ الاصغر ايان اللي بيعاني من مشكلة خجل وانعدام للثقة في النفس في عيد ميلاد ايان ال16 بيتلقى هو واخوه هدية من ابوهم المتوفي عن طريق امهم الهدية عبارة عن المكونات اللازمة لتنفيذ تعويزة سحرية من شأنها انها ترجع الاب للحياة لمدة يوم كامل يقضيه مع الولاب علشان يطمن عليهم ويتعرف على شخصيتهم بعد ما بقوا كبار التعويزة بتبان في البداية انها في طريقها للنجاح لغاية لما بتحصل مشكلة وكل اللي بيرجع من الاب هو نصه التحتاني ودلوقتي الاخوين لازم ينطلقوا في مغامرة خطيرة من اجل الحصول على المكونات اللازمة لاستكمال التعويزة قبل ما اليوم ينتهي فيا ترى ايه اللي حيحصل اخر فيلم انتاجته شركة بيكسار ممكن نضمه لتشكيلة افلامهم الايقونية الاستورية اللي ما تتنسيش في تقدير الشخصي كان فيلم اوب سنة 2009 من ساعتها عملوا عشر افلام اربعة منهم كانوا قصص اصلية بتتحكي الاول مرة وستة كانوا اجزاء تالية للافلام الاولى اللي انتجوها والافلام دي كلها كانت كويسة وفي منها اللي ينفع يتقال عليه جيد جدا وفي منها اللي ينفع يتقال عليه ممتاز ولكن ما اقدرش اقول ان اي فيلم منهم صمد امام اختبار الزمن وكل سنة بنسأل نفسنا نفس السؤال هل هي دي السنة اللي بيكسار هتنتج فيها الفيلم اللي حنضمه للتشكيلة الايقونية الاستورية اللي ما تتنسيش طبعا ده السؤال اللي خطر في بالي وانا داخل اتفرج على فيلم اونورد وبعد ما شفت الفيلم اقدر اقول انه بيعتمد على نفس التركيبة او المعادلة اللي ضمنت لكل افلام بيكسار بلا استثناء النجاح المتميز جدا والتركيبة دي بتنطلق من مغامرة مدموجة في اجواء كوميدية بيحصل فيها لحظات كتيرة جدا مؤنسة للقلوب او محطمة للقلوب واثناء الرحلة الطويلة بتاعتنا دي بنتعرف عن رسالة او فكرة او طرح جديد فيلم اونورد ماشي على نفس التركيبة بالزبط ولكن اقدر اقول انه عنده عنصر مميز جدا وهي ان المشاهد ما بيركسش اكتر من اللازم في الرسالة او بمعنى اصح الرسالة صعب جدا تمسك خطوطها من اللحظات الاولى للفيلم في ابعاد للرسالة موجودة ومطروحة ومرئية بشكل كويس جدا زي استعادة لحظات السحر امام سيطرة التكنولوجيا ودي رسالة واضحة جدا يمكن حتى من اول التريلر والرسالة الاخرى اللي ليها دعوة بقيم العائلة ورسالة اخرى ليها دعوة بضرورة ان الشخص يلاقي صوته ويلاقي قدرته على التعبير ويلاقي شخصيته المتفردة حتى لو كانت الشخصية دي بتعاني في وسط المجتمع ولكن ابعاد المغامرة نفسها وابعاد القصة المتمسكة جدا جدا اللي تقدمت داخل الفيلم ممكن تخلي المشاهد ينسى يسأل نفسه يا رسالة بتاعتنا شكلها عامل ازاي ودي النقطة اللي بتميز الفيلم بشكل استثنائي لان لما الرسالة بتقتحم اهتمام المشاهد في النصف الثاني من الفيلم او يمكن نقدر نقول في الربع الاخير من الفيلم بيبقى لها حمل عاطفي ثقيل جدا وطبعا هو دوت اللي انا بقصده وانا بقول موضوع المناديل الضروري جدا في كل افلام بيكسار فيلم اونورد عجبني جدا على الرغم من اني لازم اعترف اني في اول نص ساعة كنت مستعد اني اكرهه جدا وده لانه في تقديري الشخصي ارتكب الخطأ التقديري جدا اللي ارتكبه فيلم انسايد اوت وهو انه اخد وقت طويل جدا عشان يرسي قواعد ويعرفنا على ابعاد العالم بتاع الاحداث خارج نطاق الاحداث نفسه ولما بدأ يخش جوه اجواء الاحداث استثنى عنصر الكوميديا تماما لصالح عنصر المغامرة وده كان قرار غريب على بيكسار نفسها وعلى كثير من الافلام اللي بتعتمد على عنصر الكوميديا من اجل ضمان النجاح انا ما بقولش ان الفيلم حاول يعمل كوميديا ولكنها اكتلعت غير موفقة هو تقريبا لغاية لما بنوصل لأول نكتة فعالة ما كانش فيه محاولات حقيقية من اجل الكوميديا في غياب الكوميديا وفي ظل حرص الفيلم زي ما قلت في البداية انه يخبي الرسالة بتاعته شوية مفضلش قدامنا غير المغامرة وطبعا المغامرة في افلام الرسوم المتحركة صعب قوي تضمن للمشاهد عناصر المفاجأة او عناصر الاثارة او عناصر انه ما يبقاش متوقع ايه اللي حيحصل بالضبط ولكن مع اول نكتة اقدر اقول ان الدنيا كلها اترصد بالشكل المزبوط طبعا وانا بقول نكتة مش قصدي ان فيه واحد طلع انا قصدي مشهد فيه موقف كوميدي كان ناجح وكان فعال جدا وهو متعلق بتعويزة بتكبر الاشياء من غير ما احرق اكتر من اللازم او اعرف تفاصيل ممكن تفصل تجربة المشاهدة من بعد اللحظة دي وصلنا للإقاع المضبوط جدا بقى عندنا مغامرة فيها فصول تستحق المتابعة بقى عندنا مواقف كوميديا متتالية بقى عندنا الحؤن المعتادة من اللحظات اللي بتثير مشاعر المشاهد سواء في اتجاه يسعده او في اتجاه يتعسه ولو حتى بشكل مؤقت ووصولا للنقطة اللي بنرجع فيها نسأل نفسنا هي الرسالة بتاعتنا شكلها عامل ازاي الفيلم ممكن يخدع المشاهد بان هو مركز على رسالة معينة ولكن في رسالة تانية عمالة تتغزل وعمالة تتبني بحرص شديد جدا وبشكل شبه خفي لغاية لما بتفرض نفسها في النهاية زي ما شرحت ما اتذكرش امتى اخر مرة تكلمت عن فيلم رسول متحركة وحسيت اني عاوز اتكلم عن التكسيد الصوتي للشخصيات ولكن فيلمه اونورد متميز جدا على الصعيد ده على مستوى دورين البطولة الدور الاول هو دور بارلي اللي بيجسده صوتيان كريس برات وكريس برات من الممثلين اللي انا شخصيا بحبهم بس شككت كتير في انه ممثل متميز وكنت ميال اكتر لانه ممثل عملي بيقدي المطلوب وخلاص ولكن انا ما ظنش ان فيه حد ممكن يلفت الانظار من خلال التكسيد الصوتي الا لما لازم يكون عنده حاجة فانا حقيقي في المستقبل هبتدي ابص لكريس برات نظرة جدية اكتر شوية لان دور بارلي كان عنده تحدي صوتي مهم جدا وهو انه مطلوب منه انه يقدم تكسيد طوال احداث الفيلم يصلح للتأويل في اتجاهين مختلفين الاتجاه الاول هو المباشر اللي احنا بنتبعه طوال الاحداث ولكن بعد حدث معين مطلوب من المشاهد انه يبتدي يستعيد المشاهد بتاعت الشخصية مرة اخرى ويلقيها لسه صالحة للتأويل الاخر واعتقد ان دي درجة متميزة جدا ودرجة مرتفعة في الاداء الصوتي في افلام الرسوم المتحركة التكسيد التاني هو طبعا توم هولند اللي بيقدم البطل الرئيسي للفيلم اللي هو ايان وايان زي ما قلنا عنده مشكلة خجل وعنده مشكلة انعدام للثقة في النفس وبيمر بمغامرة طويلة عشان يلاقي صوته عشان يلاقي شخصيته وطوال المغامرة دي بيمر بتحديات لتعويزات سحرية اللي عارف سرها هو بارلي وبيقدم له طلبات عجيبة جدا عارفين اللي هو امشي بالراحة بس على مهلك طلع الكلام من قلبك بس مش من رقابتك صوتك لازم يتسمع بس ما يزعجش عارفين الحاجات دي اللي بنسمعها في كتب التنمية البشرية تقريبا هو مطلوب من الممثل اللي بيقدم الشخصية دي انه يعكس فعلا اولا انه مش فاهم الكلام ده لغاية لما يوصل لمقطة معينة ويقديه بالشكل زي ما التاني بيوصفه بالزبط حاجة عاملة زي اختبارات التمثيل المتقدمة جدا المعقدة جدا اللي بتكشف الفرق ما بين الممثل الكويس والممثل التعبان ليه انا بنسب الفضل في ده بالتحديد للأداء الصوتي ومش للعنصر البصري الحقيقة لان العنصر البصري في الفيلم مش معقد ومش مبهر ومش موجود علشان يتحدى نفسه اكتر واكتر زي ما بتعمل افلام الرسوم المتحركة مؤخرا الفيلم ده بينتصر بشكل اكبر للقصة للحدوتة وبيرجع بينا للعنصر البشري في النقطة المتعلقة بالأداء الصوتي وده ممكن يكون مقصود وممكن ما يكونش مقصود انه يرتبط بشكل مباشر برسالة الفيلم الاكتر وضوحا وهي مش نبذ التكنولوجيا مش اللي بتعاد عنها ولكن ان احنا نحطها على جنب شوية في اللحظات اللي الانسان حقيقي بيحتاج فيها نوع من انواع السحر في حياته نرجع تاني للسؤال الاهم هل يمكن اعتبار فيلم اونورد عودة بيكسار للانتاجات الاسطورية الايقونية اللي حتربي اجيال الاجابة الواضحة والبديهية والمباشرة طبعا هي ان ما فيش اي حد في الدنيا يقدر يتوقع ده بخصوص اي فيلم قبل ما يمر باختبار الزمن قبل ما تعدي عليه عدد من السنين ونشوف هل فضل في الذاكرة ولا لا ومع ذلك احب اقول لكم ليه اي حد في الدنيا ممكن يراهن على فيلم اونورد ببساطة زي ما قلت لان عناصر التميز اللي فيه هي عناصر السينما المتحركة الاساسية الرسالة والحدوتها والاداء الصوتي مش العناصر المعقدة اللي ممكن بيكسار تكون رهنت عليها كتير في الماضي القريب عناصر الفكرة اللوزعية او التجربة البصرية المبهرة او التقدم التكنولوجي اللي ما شفناش زيه قبل كده ومع ذلك الفيلم بتقابله مشكلة في وطننا العربي وهي منع عرضه في عدد من الدول لان فيه شخصية مثلية انا بعد ما خرجت من الفيلم سألت الناس اللي كانوا معايا مين الشخصية المثلية اللي في الفيلم ما عارفوش انا شخصيا بعد ما شفت الفيلم ما عرفتش مين الشخصية المثلية ما عرفتش غير لما دورت وما دورتش غير لما عرفت ان الفيلم اتمنع بسببها ودي مرة اخرى اعتقد ان اللي بيحصل فيها هو ان الوسيلة بتضر بالغرض مش بتخدمه بصرف النظر عن رأينا فيما اذا كان الغرض نفسه صحيح ولا لا تقييم الفيلم اونورد هو تمانية ونص من عشرة وعلى مدار العشر سنين الاخيرة اقدر اقول ان الفيلم الاقرب لقلبي بصرف النظر عن التقييمات ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تكيلكم الحلقات اول باول وتابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو بوجو وبي باي